هي وهي دي كورة يعني زي ما حضرك بتقول المثال بتاع محمد شريف محمد شريف يمكن كم الضغط اللي كان عليه حتى هو نفسيا اعتقد انه ما كانش متأكد انه هيقدر يرجع بالقوة دي ماتشه اهلي وزمالك يجيب جونين ولا ارواح الجون التالت كان يعني انا هقول لي انده انا كنت متوقع ان انا هعمل عفلين الهدف رقم 50 فجبت ال 51 هخش غير الرقم وشيل ال 0 وحط 1 انت مقتنع فمركز اه الراجل مبارح في المؤتمر انا قلت الكلام ده في احد القرونات المرئية ومسموعة اربع حاجات الراجل وهو بيتكلم قال انا جات لي فكرة مجنونة ان انا على عب كهربا فسألت جهاز الفني المعاون ليا هو كهربا لعب فرود قبل كده اه قبل ما نقول وجهة نظر كهربا او قبل ما نقول كفاءة كولر لكهربا وكفاءة كهربا والرد الجميل لكولر ياسم كيري محلل الاداء اللي كان مع كهربا في سويسر هيكون هو بعث النبض للراجل اكتر من المساعدين اذا كان كابتن سايد كمدير الكورة ولا كابتن سامي امساه او مشيل يانكون ايا كان انت في الوقت ده وانت بتختار كهربا هو لعب 63 دقيقة كفأك في مباراة سموحة والناس شككت المنافسين شككوا في نقطة معينة قالوا المساحات اللي كانت موجودة واستغلال الفرص وعدم تقلق الهاني سليمان هو اللي علق اسم كهربا تب من غير بقى كلاك ماتش الزمالك راجل بتحرك صح ربط بينه وبن حمدي صح صروباس اكثر من رائع لحسين الشاحات ونعمل لحسين شابوه الفترة انت بتزيد عشان الناس برضو كانت مشككة فالناس بدأ لما هتحاربك كراويا بتهدي فيك نفسيا الكلام سوشيال ميديا لا الناد الاهلي ما بتهدش الناد الاهلي ما عندوش الضغاء والأحقاط للغير انا ماشي وما ريش دعو بالدور حولي مش عايز اقول المسألة اللي بتقال على الجملة دي بس هي انا ماشي وما ريش دعو بحد الراجل امبارح رد في احلى تصريح ليه يهدي كل اجواء الوسط الرياضي انت توعي الجمهور الاهلي بايه اللي هم هو اللي قابلي وعد هيعمل ايه صح انا مسافر اولا ما وصل المغرب افكر في اوكلان لا ده من امبارح بعدما فرحنا ان احنا نهينا 11 مباراة فوز واربعة عادل وصلت للنقطة 37 هاجل الدور العام لغاية ما رجع له زيه زي افريقيا وهفكر في 11 ولا 12 يوم بتوع الكاس العامل الان ده هو ده كولر شخصية متزن تكلم كويس هو ده المشروع اللي الكابتن محمود الخطيب بتراهن عليه مضبوط